ترجمة نانسي قنقر 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 كان مطلبا لطالما دعا إليه الفاعلون التقافيون مؤسسات وأفراد وخاصة الذين يشتغلون بفن الملحون هذا المطلب اليوم بعد أن تحقق يتعين وضع سراتيجية دقيقة من طرف وزارة تقافا ومن طرف أكاديمية الملكة المغربية حتى يكون لهذا الاعتراف الأمم امتداد في المجتمع وفي الحياة وخاصة أن يكون هناك امتداد داخل منظومة طربوية وداخل جامعة المغربية فنرى الملحون يدرس في مختلف الأسلاك التعليمية ونرى يحدث له كرسي داخل الجامعة المغربية وتخصص له الأطاريح النقدية الكافيرة بإبراز جوانب الشعرية لهذا الفن العادي تصنيف الملحون طورة لمدينة إنسانية فرضى ولوج عالم جديد من التناول للملحون هذا العالم الجديد في طرحي الخاص هو أولا تجاوز كل ما تمت مراكمته من معطيات حول تاريخ الملحون من النشأة الرجال الحقب زي في الملحون وغيرها المضامين النماذج البلاغية والإبداعية الآن الزمن يقصد خطابا جديدا هذا الخطاب يجب أن ينطلق أساسا من علاقة التصنيف بهذا الملحون ذلك أن هناك معايير في التصنيف تمت مراعتها هذا يعني أننا الآن وجب أن ننكبع على تعزيز الجانب الفكري المرجعي للمشتغلين في الملحون وعندما أقول مشتغلين أخص بالمقام الأول من هم شعراء بحكم أن الملحون سيظل رهين النص مهما حدثت فيه من تغييرات الصورات وابتكارات في جانب الأداء الموسيقي لتحقيق هذا نظن أنه يتعين بالضرورة كذلك إحداث إطار اشتغاله الرئيسي هو المرجعي الفكرية للملحون شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة